قبل بداية الحرب على كل حال مشاهدين هذه صور تأتينا على الهواء مباشرة من الحدود البولندية الأوكرانية وهي تظهر طوابير طويلة من السيارات المتوقفة على الحدود وأيضا الناس ينزلون يمشون سيرا على الأقدام يبدو أنهم سئموا الانتظار أو يأسوا من إمكانية دخولهم بمركباتهم بسياراتهم وعبور الحدود وهذه الصور التي ربما ستبقى كثيرا في الذاكرة السياسية وفي ذاكرة المشاهدين ووسائل الإعلام بفعل أن صراعا يحدث في المنطقة الأوروبية في أوروبا الشرقية وهي ملامح يقال أنها ربما تشعل شرارة الحرب العالمية الثالثة الصور متشابهة ولكن الفرق أن هذه الصور تأتي بالألوان لكن الصور السابقة كانت تأتي بالأسود والأبيض نلاحظ أن العوائل تحمل ما خف وزنه وزاد ثمنه ربما الوثاقة وحتى قد يكونوا قد خرجوا فقط بملابسهم بالغالي والنفيس وأطفالهم حتى يخرجوا من هذه الحرب التي يبدو أنها تأخذ شكلا تصعيديا اليوم الرابع للحرب كان في ليلته الأولى أو في ساعاته الأولى ثم تتحذيرات في العاصمة كييف بأنها يمكن أن تتعرض لوابل من الصواريخ الروسية لكن هذه التحذيرات لم تتحقق على أرض الواقع لم ينعكس ظلها على أرض الواقع العاصمة كييف ما زالت بيد الأوكرانيين وإن كانت الحرب كر وفر فيها من قبل القوات الروسية وكذلك المدافعين عنها إذن كما يظهر العاجل أسفل الشاشة الأمام المتحدة تتحدث عن مقتل 64 شخصا وإصابة حوالي 240 مدنيا في أوكرانيا حتى اللحظة وفق هذه الحصيلة إذن يظهر بالصورة مرة أخرى حدود البولندية الأوكرانية إذن مرة أخرى هذه الحدود البولندية والتي يظهر فيها عناصر الأمن في نقطة العبور هذه طبعا الحدود الأوروبية هي متداخلة وبالكاد يمكن التمييز بينها وهي تظهر بوضوح حالات النزوح سواء سيرا على الأقدام أو من خلال المركبات المتوقفة في طابور طويل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر